اليوم حدثت مجزرة إسرائيلية جديدة هذه المرة استهدفت مدرسة الفلاح بحيث زيتون تستطيع أن تتحدث الآن سيد عدنى نعم يعني لا يوجد في قطاع غزة إلا الموت الآن لا توجد حياة يعني هذه المراكز أو المدارس سابقا التي تم تحويلها إلى مراكز إيواء لم تفتح إلا بموافقة الجيس الإسرائيلي نعم كل إحداثياتها موجودة لدى الجيس الإسرائيلي ولكن عملية استهداف المراكز الإيواء تكررت يعني في النصيرات في خنيونس في رفح في كل مكان يعني هذه المراكز ترفع أعلام الأمم المتحدة كما قالت الأخت في التقرير هم أتوا إلى المدارس لأن هذه المدارس تعتبر مراكز آمنة بحماية الأمم المتحدة تتمتع إلى حد ما بحصانة ولكن من الواضح أنه لا مكان آمن يعني هذه المدرسة كما خارج المدرسة من الممكن أن يتم استهدافها في كل لحظة والغريب أيضا في كل هذا الموضوع أن إسرائيل بعد استهداف المدرسة يخرج الناطق باسم الجيش أو باسم الحكومة ويقول نحن استهدفنا المدرسة لأنه بها مطلوبين على سبيل المثال لم يبلغنا أحد بذلك نحن نسمع من وسائل الإعلام كما الآخرين أتحدث عن مدارس الأونروا كما حدث في الجاعوني وكما حدث في مدارس مختلفة يعني انظر إلى عدد الأبرياء عدد الأطفال والنساء الذين يقتلون في كل قصف حتى لو كان هناك شخص مطلوب ونحن لا نعرف يعني هل يبرر وجود شخص مطلوب قتل العشرات من الأطفال ومن النساء هذا خرق للقانون الدولي الإنساني اتفاقية جينيف الرابعة لكل قيام وأعراف الأمم المتحدة ولكن من الواضح الآن أي هجمة الآن على أي مكان في قطاع غزة سواء في الجنوب أو في الشمال نلاحظ العدد المرتفع من المدنيين الذين يقتلون طيب حين نتحدث نحن سيد عدنان ونقول هذه الأفعال تخالف القانون الدولي تخالف اتفاقات جينيف تخالف الأعراف الدولية والإنسانية هذا الكلام يوجه لمن هذا الكلام يوجه للمجتمع الدولي يوجه إلى إسرائيل الجميع يتحدث ضد ما يحدث الإدارة الأمريكية الإتحاد الأوروب بنسمع كل يوم أيضا سيد بوريل له تصريحات مهمة النرويج على المستوى الإقليمي الدول العربية ولكن في النهاية بكل صراحة هناك قوة موجودة على الأرض تفعل ما تريد هذا هو الواقع لكن نحن نمارس دور الإعلامي والسياسي والحقوقي نقدم تقارير بصورة يومية مكتب الأمير العام الأمم المتحدة على طلاع ساعة بساعة فيما يحدث في قطاع هذا سواء عن مستوى الإنساني مستوى الهجمات مستوى الذين يقتلون يعني قتل لنا حتى الآن نحن كأونروا 220 موظف لم يقتل للأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945 حتى الآن هذا العدد في حرب لم يحدث على الإطلاق دمر لنا 190 مركز ومبنى ومدرسة إما بصورة كلية أو بصورة جزئية قتل في داخل مراكزنا قبل هذا الرقم الجديد اليوم في مراكز الإيواء حوالي 570 من النازحين رغم أننا كما قلت نرفع أعلام الأمم المتحدة نبلغ الجانب الإسرائيلي بالإحداثيات بصورة مستمرة حتى لا يقول أننا لم نكن نعرف أن هذا مركز إيواء هل انتهت المزاعم الإسرائيلية حول الأنروا سيد عدنان بأنها مخترقة وحماس والفصائل يخترقون الأنروا تم تأتحقيق في الأمر شكلت لجنة أممية هل انتهت هذه المزاعم أم مازالت إسرائيل تروج له رأي المازالت تروج لهذه المزاعم ولكن بصراحة الموضوع ليس موضوع مشاركة 3 أو 5 أو 10 أو 20 في أحداث السابع من أكتوبر التي موقف الأول المتحدة واضح أنها تستنكر ما حدث في السابع من أكتوبر ولكن إسرائيل لديها قضية أخرى وهي تحدثت بذلك بوضوح على لسان الناطقين وزير الخارجية رئيس الوزراء تعتقد إسرائيل بأنه يجب تصفية الأونروا لأنه بتصفية الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين سيتم تصفية ما يعرف بالحل السياسي وحق تقرير المصير هذه هي القضية بعيدا عن المشاركة بعض الأعضاء هناك لجنة التحقيق السيدة كاترين كولون وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة قالت بأن لدى الأونروا من آليات في موضوع الحيادية والانتماءات السياسية غير موجود في أي منظمة أخرى التحقيقات نعم مستمرة والتحقيقات أيضا خلصت إلى نتائج مهمة جدا هناك بعض الأشخاص هناك شخص تم إعادته إلى وظيفته لأنه لا توجد دلائل على الإطلاق هناك أيضا خمسة تقريبا لا توجد لديهم لا يوجد أي دلائل تمكننا من إدانتهم ورغم ذلك قمنا باتخاذ إجراءات للحفاظ على هذه المؤسسة وللحفاظ على الخدمات التي تقدمهم بشكل عام سيد عدنان هذه الحرب وثقت على الهواء يعني طبعا هذه الحرب هي ليست الأولى مع الاحتلال الإسرائيلي في معارك المواجهة أو في لحظات المواجهات ولا أدري إن كان ستكون الأخيرة بالمناسبة هل تعتقد أن هذه الحرب ربما تكون الأخيرة؟ لا أعرف بصراحة يعني هذا الموضوع اليوم أصبح الموضوع إقليميا والأمور تخرج عن السيطرة ولكن ما يهمنا نحن أن يكون هناك بقف إطلاق نار الآن وفوري لأنه لا يوجد بصراحة طرفين يتقاتل في غزة اليوم القتال هو من طرف واحد ما يدفع يعني هل يعقل أنه ثمانية في الماء من سكان قطاع غزة إما قتلوا أو جرحوا أو فقدوا؟ أين يحدث ذلك؟ يعني لو غزة كان عدد سكان عشر مليون سيكون هناك تمانمئة ألف قتيل وجريح هذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية الأزمة الأوكرانية ثلاث سنوات عدد من قتل من المدنيين هو تسعة ألاف عدد من أصيب بجرحه ستة عشر ألف نحن نتحدث عن أكثر من أربعين ألف قتيل طبعا الآلاف الآخرين الذين هم تحت الركام وسيفاجأ العالم بأن أرقام الذين قتلوا في غزة أكبر من ذلك بكثير لأنك لا تحسب الآن الذين يتوفقون من الصدمات والأزمات القلبية والسرطان والأمراض ومن هم تحت الركام سؤال الأخير أستاذ عدنان نتفهم أنكم في الأنروا لا تتحدثون بمفردات سياسية لا تفضلون أن تتحدثوا في السياسة طيب ولكن هذه الحرب مرة أخرى وثقت هذه الحرب موثقة على الهواء يعني على اليوتيوب هذه الحرب موجودة بالمناسبة يعني منذ لحظاتها الأولى كيف يمكن الاستفادة من ذلك التوثيء برأيك أولا ما حدث في هذه الحرب هو غير المسؤول ما حدث في غزة بشهادة كل الموظفين الدوليين الذين عملوا في كل أماكن النزاع زملائنا الذين عملوا في سوريا قالوا لنا بأن حجم الدمار في حلب الذي الكل يتحدث كان عن حلب والتدمير هو واحد في الماء مما حدث في قطاع غزة ما حدث يشكل سابقة إن لم يكن هناك محاسبة وتحقيق سيشكل سابقة لدول وإجسام أخرى كي تفعل في منظمات الأمم المتحدة ومن ترعاهم المنظمات الأممية وهم بالملايين في أماكن النزاع أكثر مما فعلها في غزة هذه سابقة خطيرة يجب أن يتوقف العالم عندها أن يكون هناك محاسبة لما فعلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر